فضل التسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله ماذا تقول يا أبي هل تحدثني لا أستطيع سماع ما تقول إني أسبح وأحمد الله وما معنى ذلك أن أكرر قول سبحان الله والحمد لله وماذا تعني سبحان الله والحمد لله الحمد لله هو ثناء على الله بما أنعم به علينا وسبحان الله تعني تعظيما وتقديسا لله عن كل نقص وعيب للتسبيح والتحميد فضل وأجر عظيمان فعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض أحسنت يا يوسف فهذا حديث يوضح لنا يا أروى فضل قول سبحان الله والحمد لله لكنني لا أفهم بعض كلمات الحديث مثل الطهور وشطر وما المقصود بالميزان؟ الطهور هو استعمال الماء في الطهارة وشطر تعني نصف وما المقصود بأن الطهارة نصف الإيمان؟ سوضح لك هذا فالمقصود بالإيمان في الحديث هو الصلاة فلا يمكن الصلاة دون الطهارة والوضوء أما المقصود بالميزان فهو ميزان حقيقي يوضع يوم القيامة لتوزن عليه أعمالنا وبه كفة للأعمال الحسنة وأخرى للسيئة بالإضافة إلى أن الاكثر من قول سبحان الله والحمد لله تملئان ميزاننا بالحسنات أحسنتي وماذا تعرفي عن راوي الحديث أبي مالك الأشعري يا أروى؟ هو صحابي جليل واسمه عبيد بن مالك الأشعري وكانت له مكانة كبيرة عند الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دعا له فقال اللهم صل على عبيد أبي مالك واجعله فوق كثير من الناس وتوفي في الشام في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنها هل يمكنك أن تخبرنا بحديث آخر يوضح فضل التسبيح والتحميد؟ أجل لقد تذكرت حديثا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أحسنت فلنرطب ألسنتنا دوما بذكر الله يا أبنائي تعلمنا اليوم فضل التسبيح والتحميد من خلال الحديث التالي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض كما تعرفنا على راوي الحديث وهو الصحابي الجليل عبيد بن مالك الأشعري وتعلمنا أيضا معنى كلمة الطهور وهو استعمال الماء في الطهارة ومعنى شطر وهو نصف كما أرشدنا الحديث إلى بعض السلوكيات وهي الله كريم يجزي على العمل الخير الأجر الكبير الوضوء والتطهر نصف الصلاة ينبغي أن أردد قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقر